السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة ستكون إن شاء الله يعني قاضية للتجاعد تزيل التجاعد تزيل الخطوط وعلامات التقدم في السن إن شاء الله بمكون يعتبر كنز رباني في التخلص من التجاعد والخطوط كما أنه يغذي البشرة ويزيل لنا أيضا كل الشوائب إذن حبيبتي بداية قبل أن نتعرف على وصفات اليوم أتمنى منكم بداية الاشتراك في القناة أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إذن على بركة الله سوف نتعرف على أول وصفة لأن في فيديو اليوم وصفتين الوصفة الأولى مخصصة لدوات البشرة التي تكون دهنية أو تكون عادية والوصفة الثانية لدوات البشرة التي تكون جافة جدا إذن سنمر للتعرف على الوصفة هذا الكنز الرباني الذي سوف يخلصكم من التجاعد تجاعد الجبهة تجاعد تحت العينين والفم كذلك وسيجعل البشرة رطبة هو البيض البيض مكون ممتاز سنحتاج نحن في الوصفة الأولى إلى كمية من بياض البيض تقريبا لدينا هنا ما يعاد المقدار ملعقتين كبيرتين من بياض البيض لأنه بالفعل مكون يعمل على تحفيز الكولاجين والإلاستين يعتبر كبوتوكس وأيضا غنيش جدا جدا بالبروتين فهو مبيض وأيضا يشد البشرة ومغدي في نفس الوقت هكذا أحاول أن أخلط جيدا حتى يصبح قوام البيض على شكل رغوة بعد ذلك سأضيف قطرات من عصير الليمون الحامض عصير الليمون الحامض غني جدا بفيتامين سي وفيتامين سي أيضا يفتح البشرة ويقضي أيضا على التجاعد حاولوا أن تدمجوا المكونات جيدا كما ترون حتى حصلنا على قوام رغوي المكون الآخر الذي سوف أضيفه لهذه المكونات أو لبيض البيض وهو القهوة سريعة الدوبان أو النسكفي النسكفي غني جدا بالكافين والكافين يحتوي على مضادات الأكسادة وبالتالي يساعد في محاربة الجذور الحرة التي تؤدي لشيخوخة البشرة سأحاول أن أدمج المكونات مع بعضها البعض حتى نقوم بتدويب حبيبات القهوة سريعة الدوبان يمكنكم استخدام النسكفي أو أي نوعية أخرى المهم أن تكون قهوة سريعة الدوبان كما ترون حصلنا الآن على قوام يكون متجانس بالنسبة لطريقة تطبيق هذه الوصفة على البشرة دائما على بشرة نظيفة نظف بشرة الوجر جيدا بغسلها بماء فاتر ثم خدوا بعد ذلك هذه الوصفة سواء بأطراف الأصابع أو بواسطة فورشات خصصوها لتطبيق الماسكات ابدأوا بتوزيع هذا القناع بداية من بشرة الرقبة لمن تعاني من تجاعد على مستوى بشرة الرقبة أنصحكم بتطبيق هذه الوصفات لمحاربة تجاعد أو خطوط الرقبة نركز أيضا على تجاعد الجبهة حول الفم كذلك هكذا نضع طبقة تكون رقيقة بهذا الشكل ثم تأخذون منديل ورقي ونطبق المنديل فوق هذا الماسك أو هذا القناع بالنسبة لهذه الطريقة يمكن أن تقوموا بعمل منديل ورقي حتى يساعد في إزالة الرؤوس السوداء وكذلك سوف يساعد حتى على إزالة الشعر الزائد إذا كنتم تعانون من شعر زائد على مستوى بشرة الوجه أنصحكم بتطبيق هذه الوصفة ستخلصكم حتى من الرؤوس السوداء الشعر الزائد وأيضا تحارب التجاعد أتركوها أنتم إلى غاية ما تجد بشكل جيد بعد ذلك تقومون بنزع هذه الوصفة أو المنديل الورقي بطريقة عكسية يعني عكس اتجاه نمو الشعر سوف تخلصكم بالتحديد هذه الوصفة من الرؤوس السوداء الشعر الزائد بالإضافة إلى أنها تفتح البشرة وتعمل على علاج الترهولات لمن تعاني من ترهول في بشرة الوجه أو على مستوى الرقبة وأيضا تخلصكم من التجاعد هذه الوصفة مخصصة بالتحديد لدوات البشرة التي تكون دهنية أو دوات البشرة العادية الآن سنمر للتعرف على طريقة تحضير الوصفة لدوات البشرة الجافة جدا الوصفة الثانية سنستخدم صفار البيض سنحتاج هنا لكيميا من صفار البيض صفار البيضة واحدة يكفي لأنه غني جدا بدهون ويعمل على ترطيب البشرة تغريتها وأيضا محارب للتجاعد ثم سنحتاج هنا إلى العسل سنحتاج تقريبا إلى رأس ملعقة صغيرة من العسل ولكن ضروري أن يكون عسل طبيعي 100% سأضيف رأس ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لأنه مغدي كذلك يحتوي على مضادات الأكسدة يرطب لنا كذلك البشرة ثم المكون الآخر الذي سوف أضيفه هذا المكون رائع كذلك وهو الحليب البودرة أو الحليب المجفف يمكن استخدام حتى حليب الأطفال إذا كان متوفر وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الحليب البودرة أو الحليب المجفف لأنه مرتب هو الآخر ونبدأ نحاول أن نخلط جيدا سفار البيض مع باقي المكونات هنا إن كانت البشرة جافة جدا أنصحكم باستخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض يمكن هنا تعويض الحليب المجفف بكذلك دقيق الشوفان أو مطحون الشوفان أو ما يعرف كذلك بالخرطال أو أيضا بذور الكتان بذور الكتان رائعة أيضا تغدي البشرة وتحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3 وأيضا تحتوي على مضادات الأكسادة وبالتالي تحارب لنا التجاعد أنا سأضيف هنا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هكذا من زيت الزيتون يفضل دائما يعني لو كان زيت زيتون بكر يعني أصلي بدون إضافات يعني زيت الزيتون الذي يكون خليء من الملح ونحاول أن نخلط جيدا بالنسبة لهذه الوصفة استعملنا فيها صفار البيض يمكنكم تطبيقها لمنطقة تحت العينين لمن تعاني من التجاعد لأن بها زيت الزيتون وكذلك العسل كلها مكونات ترتب البشرة بالإضافة كما رأيتم أننا استخدمنا الحليب البودرة أو الحليب المجفف سوف يزيل التصبغات ويبيض البشرة ويغدي كذلك وصفاتنا اليوم كما رأيتم كانت بمكون ممتاز وهو البيض البيض كنز رباني يعالج التجاعد ويغدي البشرة كما ترون بعد أن قمنا بخلط المكونات بطبيعة الحال دائما على بشرة تكون نظيفة خذوا هذه الوصفة وطبقوها على كامل بشرة الوجه بشرة الرقبة واتركوها مدة نصف ساعة إلى غاية ما تجف بعد ذلك تقومون بغسل بشرتكم بماء فاترة ثم بالماء البارد في الأخير خذوا كريم رطبوا بشرتكم أو كذلك زيت الزيتون وقوموا بترطيب البشرة كما ترون كان هذا هو فيديو اليوم باستخدام البيض لعلاج التجاعد تغذية البشرة بالنسبة لوصفات اليوم آمنة لكل أنواع البشرة يمكنكم استخدام هذه الوصفات بكل أمان إذن حبيبتي إن شاء الله سنلتقي في فيديو آخر من طلبكم ودمتم حبيبتي في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى